كابتن رولح تيت انت اول امرأة لبنانية سائت تيارة مدنية من 30 سنة ان شاء الله نقدر نحمس النساء ان كان باللبنان ولا برات لبنان انو المرة فيها تحلم وفيها تحقق احلامها في ركاب نزله عن الطيارة احيان لانو انا كنت كابتن عن الطيارة قال انو انا رايح سياحة ليلة روح اليوم مع مرة وحط روحي بين ايديها بروح بكرة بيكون رجال كابتن وهيك هيك سياحة فينا ناخر نهار الناس بتفكر انو خلص يعني رحلة الموت عم مريش تصلي انو خلص انت شو بتقولي عن المطابات الهوائية الناس لازم تخاف لاندينج على الماء بتزحط الطيارة لاندينج بالعاصفة يعني شو انت كيف بتفسرين للناس الوقت الوحيد اللي بناه معيوني مغمضين مزبوط وقت ولادي بكونوا على الطيارة لان بعرف ما في شي رح يصر لهم الاصعب شي هو كان انه قدر وفق بين شغلي والولاد انا بالنسبة لي لبنان ما في متله بالعالم كله مستحيل يعني اوكي عنا كتير دفويات بس بكل دفوياتنا اجمل بلد بالعالم كابتن رولا حتيت اول شي بدالك تانكيو لانيك معي اليوم بهالبودكاست عبر هنا توكس انت اول امرأة لبنانية سائت طيارة مدنية من 30 سنة اول امرأة لبنانية بلبنان وبالعالم العربي فانا كتير حابة انه ندوّع هذه القصة قصة النجاح قصة رح تكون اكيد ملهمة لكل فتاة لكل امرأة رح تسمعنا اليوم فتانكيو لانيك معي تانكيو لانيك ستضفتيني تانكيو لهنا توكس وهنا لبنان وعهالبروغرام هيدا اكيد وانشالله نقدر نحمس النساء ان كان باللبنان ولا ببرات لبنان انه المرة فيها تحلم وفيها تحلمها هلذا بنا نرجع للبدايات كيف بلشت القصة؟ انا كنت عم بدرس بالايوبي كنت اتقبل بطفولتي عايشي بجنوب نزلت عالايوبي وكنت تلميزي بوردنج سكول يعني بوردنج بالايوبي بلشت درس ماتماتيكس خلصت اول سمستر تاني سمستر بيجي تلميز معي بالدبارتمنت بالماث حامل جريد النهار حاطين فيها اعلان انه ميدل إيست ايرلينز عم بيعملوا ريكروتمنت عم بياخدوا طيارين حاطين الذكور وإناف هو بالنسبة له انه صار يتمسخر انه بنات طيارين انه كيف البنة اذا بجي بيلا غسالة ما بتعرف تقرأ المانيو والطبعة اذا في عجل تسير لحق دايما عن نساء كيف بدك انه تسلميها تيارة انه كيف دا تقدر تطير تيارة هون بلش التحدي بيني وبينو وبلش اواشي بلشت كالش شريعة انه لأ البنات فيني عملوا كل شي شو الفرق ليه وهو يقلي لأ وانا اقلو ايه اخر شي قلتلو بتعرف شو خلينا اتنينتنا نقدم على الامتحان الانترنس اكزام امتحان دخول طبع الطيران ومنشوف مين بينجح قدمت على الامتحان والامتحان كان عبارة عن ماث الاجبرا ماث جوم تري فيزيكس ايكيو وميكانيك الكمبريهنشن اللي هو كيف تتعاملي مع الايلي اللي هو شي مثل الفيزيكس هلأ بعد اكتر من خمسة وعشرين سنة انا صرت كابتن وهو لا هو ما نجح بالفحص يعني انت كامرأة اكيد يعني اليوم الامرأة ان جنرل بتتعرض للتنمر انه ايه ما بتعرفوا تسوقوا سيارة بس تطلعوا بالسيارة من خاف كابتن تعرضت للتنمر بتحسي هيدا الشي قطعت فيه بخلال الكارير تبعي هلأ اكيد يعني برجع بذكر انه انا لما قدمت عم نحكي تقريبا من 30 سنة من 30 سنة العقلية هلأ بها 30 سنة كتير تطورت العقلية بقصة الجندر ايكواليتي وانه النسوين فيه وانه عن جد كتير تغير بس من 30 سنة ابدا ما كان ومش بس قصة تنمر قصة قلة ثقة اكتر ما هي تنمر يعني ما كان ما كانوا يوسقوا انه انه مرا قاعدة بالكوكبيت ان كان من الركاب او اول شي من زملاء اللي كانوا قاعدين معي بقمرة القيادة كمان اخدت وقت لا يقدروا يتعودوا ولا يقدروا يتقبلوا الفكرة وايه في ركاب نزلوا عن الطيارة احيان لانه انا كنت كابتن على الطيارة اه هل قد رجال نزلوا عن الطيارة ماوسقوا انه معقولة توصليهم على الديستينايشن طبعهم ايه في راكب كان كتير يعني كتير انه قال انه انا رايح سياحة ليلة روح اليوم مع مرة وحط روحي بين ايضايا بروح بكرة بيكون رجال كابتن وهيك هيك سياحة فينا ناخر نهار يعني اليوم للبنات او النساء اللي عم يحلموا بهايدا المهنة بس اكيد تعرف انه الناس بتخاف يمكن هيدا اه مهنة مكلفة كمان لانه الدراسة اه بتكلف بديك تسافر الى برا شو بتقولي لهم شو المساج اللي بتواصلينهم ايه اه اذا حبين انه اه عكبر يميرتوا هيدا المهنة هلا اول شي اهم فكرة انه يقتنعوا انه المرة فيها تعمل كل شي هاي هاي من هوني منبلش انه لانه عادة اذا واحدة مانا مقتنع يعني انا بدي اعمل بالت بس ما مقتنع انه المرة انه انا فيني او الانت فيها راح يوقف الحلم هونيك سو اول شي هيدا انا اكزامبل وصار في وراي كتير اكزامبلز اذا انا قدرت وغيري قدر يعني هي اكيد فيها سو اول شي تقتنع بقدراتها وتقتنع انه متلا متل حيالة شاب فيها تعمل بالت وفيها تعمل شو مكان تانشي بالنسبة للتكاليف ايه مزبوط التكاليف كتير كبيرة لو واحدة يقدر يعمل طيار بس بلبنان وبكزا شركة بالعالم اللي هني اللي بيكونوا عادة الناشنال كاريورز في شي اسمو كادات سكيم اللي هو بقدموا امتحان دخول واذا نجحوا الشركة اريد هي بتتكفل بكل التكاليف وبيمضوا معها كونترا سو ما ضرور يخافوا من التكاليف لانه نفس الالتكاليف لارجال راح تكون لقلهم كمان وما يخافوا انه ما رح يقدروا لانه اكيد بيقدروا انت اليوم يعني احنا منجي عالمكتب مسلا نعمل قهوتنا منقعود عارف تم نتسير مع بعض اليوم اذا بدنا نعيش نهار معك وعندك فلايت كيف البروستس بيكون خلال الدوام هلا هو ما كتير في بروسس روتين لانه فيها تكون الرحلة الصبح صنع بنشرب قهوة فيها تكون بالليل مش بان نشرب قهوة مع فيو فيها خلا من هالفيو اليوم بتتسبيع هالفيو نهار ما فيني اقول انا يعني اليوم متل بكرة وحتى اذا عندي زيت الفلايت فيها تكون نفس الرحلة اليوم مسلا راحة على قتينا وبكرة راحة على قتينا في يكونوا رحلتين كومبيت لغير بس انه في اشية شوي كومن اللي هي اول شي عم نجي على الفلايت بدنا نحضر الفلايت طبعنا بدنا نشوف التقس كيف تاني شي اللي هي اهمة وحدة فيهم انه الكرو اللي معين كان الكوبايلت ولا الكابين كرو يصيروا وان تيم يعني عادة بحيالة مطرح حيالة شي في بقلبه تيم وورك تاخدوهم سنين تدريب ليفوتوا يعملوا كومبيتشن يلعبوا ان كان فوتبول باسكت اي شي ما كان فيه تيم وورك بالطيران ما معنا هيدا الوقت وفينا نجي على الفلايت ما شايفي حدا من الكروه اول مرة كل عمال بتغير ابدا صلى تقدري بخلال خمس دقائية تحطيهم كلياتهم تقليرهم شو الوبجيكتف وشو عنا اشي ونشتغل كلنا كتيم واحد هيدا الليدرشيب انه منا منا هيني سو هون التاني هي بارت بيكون ويكونوا ريزيستنت ببعض الاحيان لامنك امرأة لاني ما بيتقبلوا الملاحظة او مسلا بتحسيهم هيك اخدين شوي موقف او قاعدين عجناب هلا مش هيك يعني هلا اصلي زمان كتير خلاص تعودوا على الفكرة وصاروا بيوسقوا بيشوفوني متل متل حيلة كابتن تاني بس اي بفترة من الفترات اول ما بلشت كابتن اي اكيد وعندك كتير كاركترز عندك كاركتر الكو بالت اللي كتير شو انه انا رجال كيف مرأة بدأ تؤمرني عندك الإنجينيرز مسلا كنسافر احيان على الدول بالخليج كان الإنجينير ميتطلع فيها ما يحكي معي يحكي معي يحكي مع الكو بالت لانه شاب وانه مرأة سو عندك كذا نوع من الكاركترز عندك اللي بيستحي عندك اللي بدي يجرب انه يتحضمن ان هو انه مرأ حدوا سو هولي كلهم بدك تقدري تتقبليهم وتحط نعيهم انه نحنا بنعمل هالرحلة من بوينت اي لبوينت بي سيفلي وكل واحد يعمل شغله سو هيدا تاني بارت بيكون تالت بارت هي تحضير الطيارة وتشاكس تبعنا والفيولينج وهالقصص كلها وبعدين القهوة مع الفيو هاي اهم شي واكيد لن نوصل اذا في نومي هونيك يعني هاي المشكلة انه ما فيك تقولي روتين على كل يوم شو بنعمل بتغير اذا بدنا نحكي على القصص يلي الناس بتخاف منه يعني اليوم مثلا المطابات الهوائية يعني ناس بتفكر انه خلص يعني رحلة الموت عم نتباليش تصلي انه خلص انت شو بتقولي عن المطابات الهوائية الناس لازم تخاف هلا كمطابات هوائية لا ما لازم تخاف في نوعين من المطابات في عندك اللي بيكون بسبب طقس وفي اللي مش بسبب طقس يعني بيكون عنطا مطلعين من الشباك تلاقي الطقس بيجنن ما في شي وسماء وزرقه وغيوم وما في ولا غيمة ونفس الوقت تلاقي طيارة كتير عم بتهز سوفي عنا نوعين اول نوع اللي هو طبع اللي ما في طقس يعني السماء زرقه هني بيقولوا بالتربولنس بيبقى الكابتن ما عم يقشعوا شي يعني ما في شي عم من قشع مزبوط حسب عم تفوت بالغيمة ما هي هيدا في نوعين في نوع بتفوت بالغيمة فيه وفي نوع ما في غيمة هلا هو شو بيصير بيكون هو اكتشلي التربولنس اللي بالغيمة بيكون في عندك هوا سخن وهوا بارد بالجارب احيانا الكتلة الهوا السخن والهوا البارد بفوتوا بيغتلتوا بالبعض نعرف نحنا انه الهوا السخن اخاف من البارد سو تيارة لما تفوت بهالكتلة عم بتنخلط فيها الهوا اذا كان هوا سخن تقشط اذا كان هوا بارد تطلع سو بيصير هالهز الكتير ومنحس نحنا انه نزلت كتير بس هي ما ما بتكون نزلي شي يعني بس هالجرافيتي اللي بنحسها منقول قف وراحت وراح تتكسر تيارة ما بتتكسر مستحيل تتكسر يعني بس كون واحد كتير خايفين بقل له طب اذا ما روحها في عنا مطرح لوفر على التيارة بفتح هوا بمسو كليناكس بحطها قدام المروحة بصير تهز طب هاي كليناكس هلا سبع ساعات اتضلت هزت ما حيصر لاشي شو بدو يصر له طب ورقة صرنا شوي اسمك نجيب شي شوي كمان اسمك انه ماكسموم حتهز طب هايدي تيارة معمولة من من ماتيريال نووي تنكسر نووي تنطعج نووي وهوا مرح يعمل فيها شي هلا تاني نوع طبع الطقس لما منفوت بالغيمة هيدا اللي هو شوي اخطر بس بما انه التكنولوجي بكل شي بالحياة صار كتير متطور صار عنا واذر ريدر اللي هو بشوف الطقس مزبوط كتير اكوريت يعني فينا نزيح عن الطقس اوكي بتهز لانه الغيمة دهز فيها ماي عم تطلعوا تنزل كل الوقت بس اكيد ما منفوت بغيمة لدرجة انه يكون في خطور علينا وانه معقول يصير شي بالطيارة تنزل لأ منه خطر ابدا مزعج كتير ومنحط السيد بلت لانه مبنى حدا يوقع مبنى يوقع حدا للراس حدا شي بس مش لانه خطر ابدا تب سبنا نحكي على الاندينج مسلا الاندينج على الماء بتزحط الطيارة الاندينج بالعاصفة يعني شو انت كيف كيف بتفسرين للناس اوكي الاندينج تكنيك فيه علم فيه سكل فيه تالنت وفيه رفلكس كتير سريع هو الاربع بد يكونوا موجودين لانه نحنا عم نجيب طيارة جوانحة بيظهروا برات الرنوي سو الرادي الرنوي كتير شي صغير عم بسرعة كتير سريعة وبدنا نجيبها بالنص على الأد لانه زيحناها شوية على اليمين او شوية على الشمال صار الجانح برع كتير معقول يكون فيه حجر يكون في شي بيطرق بالانجن وكلنا بنعرف الانجن تحت الوينج اللي هو فاير والوينج معبه فيول سو بدك يتنزل يعني كتير فيها كتير ديكت عن جد بينزل الدوليب عن نص يعني عن نص والهوا عم بيلعب فينا مش انه الهوا مسلا ستادي كل الوقت نفس الشي فيه يقوى فيه خف وبد يكون الريفلكس تبعنا سريع وإذا فيه ماء على الرنوي كمان معقول تزحط لأنه نزلي نحنا بسرعة كتير قوي سريعة على طبقة ماء إذا كانت فيلم إنه ماء رقيء كتير معقول تزحط سو كمان فيه تكنيك باللانجن لهي الحالي يعني مجبورين إنه شوي يكون فرم مش نكسرها بس إنه شوي فرم لنكسر هالماء وننزل لتقدر لبريكسي القطو سو اللاندينج أكيد بده خبرة كتير وأكيد متدرب عليه كتير انتي صوروا اللاندينج اللي عملتي بمطار هيتروف يعني بتخيل اتوينت فييرل لأنه كان التأس كتير سوىب وكان فيه هوا كتير كيف تتذكري هيدا التجربة يعني كتخايفك كتعارفة عم تاخدي ريسك لا أكيد ما بناخد ريسك الريسك دايما بتكون كالكوليتد ريسك ودايما فيه لمتس يعني مثلا ولمتس بتغيره من تيارة لتيارة سو كان من هيك أحيان بتقولي مثلا تيارة هي ما قدروا ينزلوا وغيروا ننزلوا مش يعني اللي نزل أشطر أبدا هلا يمكن يكون أشطر بس لا هي أكتر معناتها أنه اللمت تبع هاي التيارة مثلا تيارة إذا أتقل وأكبر تحمل هوا أكتر بتصير لأن الهوا شوي أصعب يزيحها بهيدا النهار كان فيه كتير عاصفة قوية وكان هوا كتير قوي وكان فيه تيارات ما عم تقدر تنزل وتيارات عم تنزل بيقات بلحزة من اللحزات أصلا إذا بسمعي الهو اللي عم بيعطي كومنت بيقول أنه رح تطلع رح تطلع أنه مزبوط بلحزة من اللحزات أنا قلت أنه خلص نطلع لأنه شوي صارت حساية التيارة ما رح تنزل مزبوط عن نوز بس بعدين لأ خف شوي الهو وقدر تجلس ونرجع ننزل ما كان هيا ما كنت خايفانة كان في رهبة أكيد يعني بيكون عادة نحنا وعم نعمل لاندينج أصلا الأدرينالين بيطلع والريفريكس بيكون الفوكس بيكون كتير عالي لما يكون تقس عاطل تدرب الفوكس بمليار أكيد يعني والأدرينالين بيطلع مع بعرف قدي بعد ما نعمل اللاندينج من بلش نحس أنه أحيانا كان واحد بيهزه أجريه أحيانا صوته بيلاقيه بيتغير بيكون هيدا كله ما اسمه خوف كخوف لأنه الخوف عندنا اللي بيخاف ما بيعمل الشغلة بس اسمه أكتر رهبة ومسؤولية يعني بني هي كم راكب بيكون معك على تيار؟ مش يقول الإنسان ما خلق ليطير يعني الإنسان خلق بيمشي بيركد ماكسموم بيصبح بس ما خلق يطير عم نطير وبسرعة كتير أكتر ما نحنا نمشي فيها سؤال رادي موجودين بإنفايرمنت ما أنه مزبوط مش لقلنا بما أنه عم نحكي على اللاندينج يعني في غير اللبنانية بيزقفه باللاندينج يعني بخبرتي كاتلتين سنة لأنه دايماً وقتها بتكون برحلة فيها لبنانية بيكون في زائف بس ما بعرف بغير رحلات يعني بس هيدا معنى أنت قد يكونوا خايفينين لحتى الزقف وآخر شيء لا ما بعرف إذا في غير هيدا لأنه اللبناني بيحب الحياة صراحة وبيحب البسط وبيحب يمبسط يعني بكل شيء تسليبريت رولا أنا بعرف أنه جاوزك كمان كابتن وخيك كابتن يعني بتخيل ما كانت حياتك أو الحياة العائلية هينة إذا أنت وجاوزك كل الوقت مسافرين مع ولدين كيف عشت هيدا التجربة يعني هيك اليوم شو التاكات شو شو النصيحة اللي بتعطي على الأهل يمكن بغير اندستري بيشتغلوا وبيسافروا كتير وهيك شو شو كان مننا أصعب شي هو كان أني قدر وفق بين شغلي والولاد بحس أنا هيدا يعني هيدا شيء اللي بحس إذا بتطلع لورا بحياتي بقول قف كيف عملتها لأنه بالطيران غير حيالة وظيفة بالطيران بس تطلع على التيارة انفصلت عن العالم إذا ابنك مريض ومن الزمين ما كان فيه واي فاي يعني اليوم نقدر ويكون يكون مسلا ابني عليه حرارة أربعين وما بعرف شو أو يطلع مسلا بلبنان تعرف انفجارات تسكير طرقات كل هالمشاكل اللي مرأنا فيها وانا مني عارفة يعني قاعدة بالطيارة ومني عارفة أو مسلا شي عارفة فيه وبتوصل على الطيارة بدك تزدني كل هموم برا لأنه مثل ما عملك بده كتير تركيز الطيران ما فينا نحمل هموم بيتنا ونفوط على الطيارة ما بزبط سو بدك تفص لي ما كان هيا ابدا ما في قد ما كانت الام بده تقسي حاله وبده تقول لأ أنا فيني وهيدا الام ام يعني إذا مسافرة وابنة مريض راسا بده يضل يشتغل كنت أعمل مستحيل عن جد جرب أنه أفصل وجاوزة لعب دوري كتير كبير يعني كنت أقول أنه مع بيو ماش الحال سو كنا نطير أحيان أنا أحيان جاوزة هم ممنوعات سفروا سوى تخيل بسوى عزيزتي الممنوع صح بس الشي اللي بشكر الله في كرماله أني أنا خلقت بلبنان وعشت بلبنان وعاش ولادي بلبنان لأنه عنا شي بلبنان ما في منه بالعالم كله اللي هو فيك تبتكلي على حي اللحظة الأهل والأصحاب كله يعني يعني مرة مرة صار فيه انفجار بلزق بيتي أنا كنت مسافرة وفادي مسافر بيجي واحد زميل لقلنا طيار بيجي على البيت لعنا ماشي لأنه سكروا الترقات كلها وبيطلع أولادي لحالهم بالبيت بيطلع لعندهم بيأمن عليهم بيحطهم عن جيراننا وبفل وبيبعث لي مسج أنه لولاد بخير ما بهون شي طب هايدي عادة ببلد تاني مستحيل تفوت رجال على بات في ولاد يعني نو ما بتصير بس بلبنان بالعكس أنه شي كتير طبيعي ودايما في حدا موجود تبتكلي عليه هو أصلا لحاله من طلقاء ذاتنا نحنا اللبنانيين نحب نساعده نحب نشوف وين حدا عايز شي لنروح لعنده سو هيدا اللي خلاني أعمل عائلة مع الطيران بطريقة شوي كانت هيني شو بتقولي لأولادك اليوم بقلهم أكيد أني أحلى شي عملتوا بحياتي أحلى شي يعني فخورة فيهم أكتر ما فخورة بحالي كتير وخاصة أنه نجحوا الحمد لله وأنه عايشوا ببيت لا أم ولا بايمون تذكر قلتي لي أنه وقتا يكون عندهم إملاء فينا يسجلوها ويشعوا يعملوا الإملاء لحالهم يعني وقتا كنا عم نحكي قبل يعني ابني الصغير مقتنع أنه يتيم ما فيه لو لو قد ما كنا نقل له يا خي لا منك يتيم مبلع لأنه بالنسبة له تعريف اليتيم هو اللي بيعمل الإملاء لحاله ما عنده حدا يعمل له إملاء بس طلعوا كتير طلعوا كاركتيرهم مرتاحين عن جد الحمد الله اللي عطانيون رولا حتيت يعني أكيد على يعني أنت وعالتيارة بيصير معكم كتير قصص يعني مرات حواليس بتضحك أو هيك بتتعلم من الناس يعني شو هيك بتتذكر حادثة أثرت فيك بخلال هالـ 28 سنة اللي أنت عم تتيري فيون نحنا عندنا بالتايران الأشياء المنواجهة كمشاكل هي يا بتكون طقس يا بتكون شي تكنيك اللي بينتزع بالتيارة يا بتكون شي إنساني عادة أن القصص الإنسانية هي الأكتر شي بتترك عندك ذكريات أو معقول تأثر فيك لأنه الطقس والتكنيك اللي أنه مدربين عليهم طبيعي يعني عم تتعاطم مع مع شي عارفي شو رح يصيره وتعرف الحدودك وين بالقصص الإنسانية في كتير أمور هيك غريب إن كان حدا ولدت على الطيارة ولا حدا صار معه شي بروبين بانيك أتاك أو هيك يعني بتشوف في إشياء جديدة يعني وقت تتولد على الطيارة مظبوط إنه الولد بيتلعله كل اللي لأ لأ شمد كني مش مظبوطة يعني لأ طرفي هول أفكار الناس براسة إنه مظبوطة إلا قفز مش مظبوط واحدة من الكيس اللي صارت معنا كنا رايحين على لندن وكان معنا باسنجر نحنا طلعين عن من بيروت عارفين إنه مريضة وبقلولنا إنه جايبين لأكسجين باتلز لأنه عندها مشكل تنفسه هيك بالرحلة بتيجي الموضيفة بتقلي إنه تعبين هي المريضة قلت لعنا شوف إذا في حكيم على الطيارة عملت تشاك طلع إذا في حكيم قلت لأوكي خلي شوفها شايفة بيجي لعندي بقلي إنه ما فيها تكفي مستحيل ما ما بتوصل قلت لأنا أوكي خلص بننزل على الطريق كنا سونا تقريبا فوق ألمانيا قلت أنا منزل بفرانكفورت وبنرجع من كفي طلع ملنا ويديكلير إمرجنسي إلنا إنه معنا مريضة على الطيارة وبنا ننزل بفرانكفورت وحكيت أنا مع الركب قلت له إنه رح ننزل بمتار فرانكفورت لننزل مريضة معنا على الطيارة وبنرجع بعدين من كفي على لندن بتجي الموضيفة بتقلي إنه هاي الركبة بدأت تحكي معيك رجعت شفت عمراء بالثلاثينات ضعيفة كتير مبيني بيني إنه حدا كتير مريض يعني صوتا أنجا قم بيطلع بتقلي بليز ما تنزلي بفرانكفورت كفي على لندن قلت له أنا بس إنه ما فيني يعني أنا بالقانون واجباتي وصل كل على الطيارة بسلام بما أنتنو أنت تعباني واجباتي أنزل بقرب مطار هلأ والحكيم ما حظت عم بيقول إنه ما ما بتقدر تتحملي هالساعة ونص بعد طيران قلت لي لأ أنا عارفة حالي مريضة وعارفة حالي قدي مريضة بس أنا رايحة على لندن بأمل أني شوفوا ولادي قبل ما أتوفى بليز كفي على لندن ضليت أنا مصررة قلت لي أنه لا ما فينا مجبورين ننزل تقوم تقلي أنت قم عندك أولاد حطي حالك محلة أنا هون جمدت وقفت هيك إنه أنا إذا كفيت وهي صارلة شيء والحق علي بالآخر إنه مسؤوليتي وإذا ما كفيت طلعت إنه إنه هيدا عندها أمني واحدة بعد يمكن طلب تعيف شو أوكي حنكفي وكفينا على لندن وصلت وصلت بخير وسلامي بس إنه مسؤولية يعني الطيران على كل مسؤولية يضلك على فترة هيك مخبوطة إنه إنه أخدت رزق أنا بحياتها بس طب لو ما أخدت رزق شكوين صار يعني عن جد تسألوا علي 20 سؤال يعني اللي هي بدا بداي تب وقت وقت الطيارة بصير فيها مثلا مشكلة وبعد ما عملي التايك أوف يعني بتكوني بعديك على الأرض لأن أنا صار معي صار معي هيك بتاعديك الريكب يعود بالطيارة ممكن يعد ساعة ممكن يعد ساعتين ممكن يعد ثلاث ساعات ليه ما بينفتح الباب يعني ليه ما بينترك المجال للريكب أو الخيار لأن في ناس كلاستروفابيك بدأ تطلع يعني بعد ساعتين خلص يعني واحد بينطور ساعة ساعة ونص شل شل يعني البروست هون باللي هلأ أنت عم تقولي في كتير كيسز في كتير إجزامبل إذا واحدة من الإجزامبل إنه فيه تاكنيكل ونحنا عارفين بدأ وقت كتير لا تتصلح لأ أكيد من منقلون وقت كتير يعني فوق الأربعة ساعات فوق الساعة مننزل ركب هيك عادة بس أحيان بيجي بقلولنا إنه أوكي عم نعمل تشيك وعم نعمل تشيك وعملنا رح نشوف غير شي ورح ما بعرف شو بتاع يعني نحنا عن جد ما بيكون معنا إجزاكلي قديل الوقت ثم نضطر نقعد نحنا وركب في غير كيسز كمان مثلا بيكون شت كتير بالمطار وما في الطيارات أو تلج أو وتأفر يعني الطيارات اللي لازم نحنا نصف لينزلوا الركاب بعد ما دفاش مزاحوا لنقدر نصف محلون سو كمان هايدي ما فيك تفتحي ما فيك عدين نحنا وياهون جوا هلا أنا بحص الشي الوحيد اللي فينا نعملو مرة أنا صارت معي كنت رايحة على مطار رايحة عبروكسيل وكان التأس سكر المطار تلج رجعنا نزلنا بمطار فرانكفورت وبينا عالتيارة ست ساعات وعدينا عالتيارة نحنا وركب كل شي فيك تعملي أكليس ضالي كتخبر يون شو عم بيصير طول ما عم تخبر يون الناس يعني يعني ست ساعات قادي بتيارة بيتحرك وصرنا أنه كل شي في أكل على الطيارة أكلنا نحنا وياهون وعندين ناطرين نشي ست ساعة قاعدنا لحتى قدرنا نرجع نروح عبركسيل بس ما كان فيه تحال تاني يعني للناس اللي بتخافة من الطيارة شو بتقولي له أأمن وسيلة نقل هي الطيارة الوقت الوحيد اللي بناه معيوني مغمضين مزبوط وقتولادي بكونوا على الطيارة لأن بعرف ما في شي راح يصر لهم صر لي ثلاثين سنة بتير وجوزي صر له ثلاثين سنة وكل شي شفنا وبعدنا عايشين يعني مستحيل أكيد في تشانس بس أنه كتير ريموت أنه يصير توقع تيارة أو يصير شي مشكل عن جد امرجنسي على تيارة لأنه هي مسامية سويس تشيز إفاكت اللي هي السويس تشيز اللي فيها الماب خوشين بيكونوا بدي يكون في كازا غلطة لتوقع تيارة يعني من البايلوت اللي هو خط الدفاع الأخير لبرج المستحيل المراقبة لطقس لتكنيكل لانجينيرينج كازا غلطة يعني منا يعني غلطة واحدة وتنين وبتوقع عالتيارة مستحيل وسهو ما يخافوا بالعكس حطوا إجريكم الماء باردة وطلعوا تسلوا على التيارة رولا حتيت يعني بعد كل هالمسيرة شو شو بعد بتحب تحقيقه يعني شو هيك بتقولي هون أنا حلمي صراحة أعمل كتاب أكيد بتخيل هيدا حلم كل إنسان مش بس أنا يعني يترك شيء بس أكيد عنديك قصة بكل بلد أو بكل رحلة أو يمكن ناس تتعلم كمان من إنه بحس لأنه أنا قريدي درسي ماتماتيكس ورجعت عملت فيلوسفي صو بحس إنه هالماث فيه لوجيك الفلوسفي إنه فيه شيء نظرة للأمور بالحياة وطيران يعني شايفي كل شيء فيه كولتشرز ودول وهيكي بحس إنه عبالي حط كل هالخبرة بكتاب بقصة بش كتاب بقصة أشرح فيها كيف شفت الحياة من السماء ومن الأرض وكأم وكتلميذة وكحس هيدا يعني هيدا وأنا بعتبر إنه كل إنسان يمكن عنده هالحلم ذاته إنه يترك كتاب فيه خبرته يقدر غيره يستفيد منها من كل البلاد اللي سفرت عليها تلاقي لبنان أحلى بلد أنا بالنسبة إلي لبنان ما في مثله بالعالم كله مستحيل يعني أوكي عنا كتير دفويات بس بكل دفوياتنا أجمل بلد بالعالم يعني هيدا جاية من شخص برم العالم بس بكل شيء يعني بطبيعته بشعبه بحس هالي عم غني فيروز الله بس إنه مثل ما كنت بحبك مثل ما هيا كيف ما كنت بحبك اليوم أنت كيف بتحبي الناس تتذكريك؟ يعني مع كل شي عملتي كأم كأول إمرأة لبنانية سائت يا رماندانية بكل هالكارير وقتا بدون يقولوا رولا حتيت كيف بتحبي تذكروني بطريقة إنه كل لقب قررت تحمله اشتغلت كرماله يعني قررت كون أم عن جد اشتغلت أني قدر كون أم ناشحة قررت كون كابتن اشتغلت لكون كابتن ناشحة زوجة صديقة بهول يعني كل تايتل حملته بحياتي غير إنه بنت حدغان هني قرروا مش أنا لا بس حتى كابتن سو بحبي يقولوا إنه جربت ما في شي اسمه بيرفكت بس جربت تشتغل على كل تايتل وإن شاء الله كون قدرت بدأ أسألك هيك تقال أخير هلأ هيك خطر عبيلي بما إنه تشتغلي بمجال كله رجال حسيت ببعض المحلات إنه هيك صرت عب تتصرفي متلون وتفقد قونوستيك يعني يعني بكل بكل كل أوقاتك عايشة مع رجال يعني هالشي كان صعب لإليك؟ أكيد أول شي طريقة اللبس نحنا لما نكون لابسين كرافات ويعني لابسة بدلة رجالية مع كرافات مع حتى شوز يعني ما في البص كعب وكله الضفير ما فيني طويل في كتير أسس إنه أكيد مضطرة شكلي يكون شوي للرجال والعيشة كل وقت قاعدة بهالقوضة تسع ساعات وعشر ساعات مع رجال حدي بدون ما تحسي بتحكي متلون بتصيري تفكري متلون بتصيري تفكري متلون تصيري طلع الأشياء متلون كتير بدأ أفور إنه ترجعي تذكري حالك إنه لأ أنا مرأ مش رجال عم بشتغل مهنة عادة هي لرجال سو كان كتير ياخد وقت ووحدة من الأشياء اللي صرت انتبه لها يعني مثلا أنا قبل ما كتحط ميك أب بعدين لما انتبهت إنه لأ شوي شوي عم بخسر قنوزتي يعني رجعنا ميك أب وشعر وهيك رولا حتايد تانكيو يعني عن جد قصتك ملهمة وهيك حكينا بطريقة مهضومة عن أفكار الناس عندها إياها بتتعلق بالسفر وبالتيارة تانكيو لأنيك ضيفتي وهيك إن شاء الله قصتك تكون دارس لكل بنت عم تحلم مش ضروري بالطيران حيالا حلم إنه متل ما قلتي فينا نحلم ومنقدر إنه نحقق الأحلام بس بدا أكيد تحضير وعمل بتخيل هيك مستمرة نقنر نوصل للقصص اللي بنحلم فيها فتانكيو لأليك لأني كنت معي بهونة تاكس تانكيو لكم كتير تانكيو لهنا لبنان هنا لبنان وهنا تاكس ولأليك لأيا مرسي كتير كتير وإن شاء الله يا رب مثل ما قلتي نحمس بنات أكتر ومش بس بنات بنات وشباب أنه يكون عندهم حلم ويلحقوا وإن شاء الله بتعزمينا على السيغنيتشر طبع كتابي تقريبا مطة ولبنا نرجع نعمل كتابي لتشكي عن الكتاب تانكيو رولا تانكس تانكس